مرحبا، اليوم جايب لكم طريقة جديدة لحتى نساعد ناس تانين بالهجرة لأي دولة أو السفر لدولة تانية بالنسبة لهذا المكان نحن نصور بمكان اسمه Little Portugal يعني البرتغال الصغيرة هذا الحي موجود بقلب كندا طبعا البرتغاليين اللي هاجروا على كندا بعام 1950 أو 1954 وتقريبا حاليا عددهم هو 500 ألف نسمة بكندا لحنت نتجه باتجاه الحي اللي اسمه Little Italy اللي هي إيطاليا الصغيرة لما الطليان هاجروا على كندا بعام 1920-1925 خلينا ندخل بالتفاصيل أول شيء كل الأشخاص يلي هنه عايشين مثلا بتركيا عايشين بلبنان عايشين مثلا بالأردن عايشين بدول الخليج بيقدروا يستفادوا من الشركاء أو الناس يلي عم يشتغلوا معها هلأ بهذه البلدان على سبيل المثال بيقدر مثلا الشخص اللي عنده كفيل مثلا بقطر وكفيله مثلا بيشتغل بالاستيراد وتصدير وإقامة الشخص على هذا الكفيل بيقدروا أنهم يعملوا استيراد مثلا من ألمانيا ويعملوا رسالة شرح professional تحكي أنه هذا الشخص اللي هو الكفيل القطري بحاجة مساعدة العامل اللي عنده اللي هو من أي جنسية ما بهم لازم يسافر معه ويشرف على الأعمال والاستيراد من الخارج إلى قطر طبعا هذه الطريقة بحاجة أوراق أخرى مثل أنه ترخيص الشركة ولازم يكون في رسالة أخرى بتحكي عن إجازة للشخص وبتحكي عن صورة جواز سفره وأنه ليش مسافر مع الكفيل تابعه طبعا في إلها ترتيبات تختلف من جنسية إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى لكن اللي احنا عطينا حاليا مثال عن دولة قطر خليل نحكي مثلا عن طريق الإمارات ممكن شخصين اللي هن الكفيل اللي عنده أو الشريك اللي عنده بيقدروا أنه مع بعض يسافروا فالشخص اللي بيكون وضعه ضعيف بيقدر يساعد الشخص اللي وضعه حبي بيقدروا يساعدوا بعضهم بطريقة غير مباشرة بتفيد الاثنين عن طريق رسالة شرح مفصلة مع بيزنس بلان بناء على البيزنس أو العمل اللي هو عم يمارسه الشخص اللي وضعه بيكون أقوى من الشخص الثاني وأيضا على سبيل المثال هذه القاعدة بتنطبق على الناس اللي موجودين مثلا بالكويت على الناس اللي موجودين بالبحرين وطبعا إذا كان الشخص موجود بتركيا وعنده علاقة جيدة مع شريكه التركي مثلا أو مثلا مع شريكه اللبناني أو شريكه مثلا الأردني بقدر الاثنين يتساعدوا ويقدروا أنه يعملوا خطة عمل ممكن تفيد الاثنين مثلا بالسفر على تشيك مثلا في فيزا اسمه الزيفنو وهنا بحاجة الناس اللي عندهم أفكار ليعملوا بيزنس صغير مش بيزنس اللي بيحتاج مئات الآلاف لكن إذا اتنين اجتمعوا مع بعض وقدموا هذه الفكرة مع خطة محترفة أو رسالة شرح أو بيزنس بلان خطة عمل مع حساب بنك مشترك بيقدروا هن الاثنين أنه يرفعوا نسبتهم للقبول بالنسبة كبيرة ويروحوا على تشيك والاثنين يحصلوا على إقامات حتى لو كانوا من جنسيات مختلفة لهيك كتير فكرة جيدة أنه تتساعدوا وتقدروا أمكن تعملوا هذه الخطوة مثلا على البرتغال أو على التشيك طبعا المعلومات بتختلف من شخص إلى آخر مثل ما حكينا لأنه على سبيل المثال إذا كان الكفيل علاقته جيدة جدا أو الشريك مع الشخص الآخر ممكن نعرض طلبات أخرى أو رسائل أخرى تأوي من وضع الشخص لوضعه مثلا مش قوي كتير ليقدم وتزيد من فرصه بشكل أكبر وأكبر لهيك ما فينا نحكي كل الأفكار لأنه كل فكرة تنطبع على حالة معينة حتى الناس ما تفكر أنه هي حل واحد بينطبع على جميع الناس بتمنى يكون عجبكم اليوم هذا المحتوى إذا كان في أي تعليقات فيكم ترككم مكان التعليقات أو أي رسائل تبعتونا على الإيميل شكرا كتير طبيبكم